السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. اليوم عنا جهاز ايباد ميني فور اصدار 15.8.1 زي ما انتم شايفين على الشاشة. بنا نعمله تخطي لحساب الاي كلاود. ياريت ببداية اذا ما كنت مشترك بالقناة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد. ياريت تشتركوا يا جماعة. بنتعب كثير في الفيديوهات. ونسبة الاشتراك عشرين بالمية من الناس اللي متابعة القناة بشكل دائم. يعني كبسة الاشتراك ما رح تخسرك اشي. واللايك كثير بفيدني يا جماعة في الفيديو. عشان اضل متشجع انزل فيديوهات زي هيك. يعني الي فترة ما بنزل بسبب قلة التفاعل. مع انه الناس مستفيدة من هاي الفيديوهات. ولكن ياريت الكل يتفاعل مع الفيديوهات. عشان نضل مستمرين في هذا المحتوى. اه زي ما انتم شايفين بالبداية الجهاز مسكر طبعا على اي كلاود. واصداره 15.8.1. احنا حكينا عنه قبل هيك. اه سألتوني كثير عنه. حكينا انه لازم نغير السيريال نمبر للجهاز. عشان يشتغل معنا ونقدر نعمله تخطي. احنا نسكر هاي الواجهة. رح نشتغل على اداة جي اس ام اتجا. طبعا السيريال نمبر انا غيرته بشكل مسبق ليش? لانه بحتاج كابل دي سي اس دي او جهاز ماك. فبصراحة انا غيرته عن صديق الي على جهاز ماك. احطي السيريال نمبر هاد اللي انتو شايفينه بالصورة. من وين جبت هاد السيريال? وليش حطيت هاد السيريال? هاد السيريال خاص بهاي الاداة جي اس ام اتجا. لو اجيت على البيربل اديتور هون. كبست عليها. تفتح لك هون شاشة. هاي الشاشة كاتبين لك هون السيريال نمبر. هاد السيريال بتعمله كوبي او اذا عندك كابل دي سي اس دي. مجرد ما انت عملت من هون. طلع عندك الكوم تبعه. ويتعرف عليه الجهاز. مباشرة بتعمل رايت على الجهاز. ومباشرة بتغير السيريال نمبر للجهاز. لهذا السيريال نمبر الموجود. او اذا انت اه اخدته عن شخص عنده ماك. وغيرت السيريال نمبر على جهازه. من اي اداة مجانية او مدفوعة. واجيت على اداة جي اس ام اجا عشان اتفاعل الجهاز. بتك تتبع معي الخطوات بعد ما تغير السيريال نمبر. راح اشرحولي اني انا طلبت كابل. راح يوصلني قريبا. اه راح اشرح كمان طريقة اه عمل ماك على جهاز لابتوب عادي. عشان نستفيد من موضوع تغيير السيريال. راح اشرح ان شاء الله راح نعمل نسخة ماك على جهاز لابتوب عادي او او اتش بي او كده. وعشان موضوع السيريالات تغيير السيريال نمبر للناس اللي ما عندها اه كابل او ما بتقدر تجيب كابل. بعد ما غيرنا السيريال نمبر اول خطوة بما نعملها للجهاز هنعمله جي لبريك. زي ما انتم شايفين الجهاز ما عليه جي لبريك. انا راح اعمله جي لبريك عن طريق اداة شكرين. شرحناها بشكل مسبق. راح اترك لك رابط تحميل الاداة موجود كبان بالوصف مع رابط تحميل البرنامج. نفتح الاداة. تفتح معنا بالشكل هاد. نيجي على اخر خيار مختاره وتلقائي. روتلس. منعمل التالي. جهاز مباشرة راح يدخل في وضع الريكيفوري لوحده. زي ما شفته جهاز دخل في وضع الريكيفوري. نعمل التالي. بنضغط الهوم مع الباورد. منضل ضغطين ما لحقت اخرت بالازرار. منرد من عيدها مش مشكلة. منرد من نرجع من عيدها. العملية بده تكون سريعة معك. موضوع الجيل بريك لازم يدخل على على الريكيفوري مود. من بعد الريكيفوري مود على دي افيو مود. ضروري جدا نفس الخطوات. تختار هون ببرلين. نجي نعمل الان هيك بس نفصل الكابل عشان تتفاعل نكست عنا. نعمل هزلة نكست بتفعلت. خليه يدخل على وضع الريكيفوري. العملية بده تكون سريعة مع ضغطة نكست يا جماع. يعني شفته يعني اتخرت ثانية فتح التليفون. الان بدي اضغط باور مع الهوم. انتبهوا على الوقت عشرة تسعة تمانية سبعة رفعت ايدي عن الباور وضليت ضغط على الهوم. ليش لسبعة؟ هذا هو العيار الصحيح يا جماع. زي ما شفته تدخل الجهاز بوضع الديفي مود. برجع بختار للاسفل. اخر خيار وبعمل التالي. هون الجهاز رح يبلش بعملية. عملية سريعة ما بتاخد دقيقة واحدة بكون الجهاز خلص وفتح بشكل سريع. يعني انت بعد السيريال نمبر ما عندك خطواتك كلياتها ما بتاخد معك اقل من خمس دقائق بتكون فاتح الجهاز. هاي الجهاز بقوم بعملية جيل بريك. خلص عملية جيل بريك. نستنى بس لا يفتح الجهاز. خلصنا من هون. منتظر لغاية ما يتفعل على الهداء ويعطينا انه جيل بريك ياسس هون. لغاية الان ما اعطاه برجع على بختار الخيار هون وبختار فكس درايف. عشان اشوف اخد الجيل بريك او لا. بعمل ريبير للدرايف. زي ما شفتو عملت ريبير وما اخد جيل بريك. برجع بعيد الخطوات كمان مرة. هاي العملية مع الكل بتسير. لما تسير معا العملية مباشرة بحكي خلص ما زبطت معي. برجع. بيدور على اشي تاني يشتغله. لا هي العملية ممكن من اول مرة ما تزبط. وانا دائما بحكيها بالفيديوهات. ولكن الاغلب طبعا بتجاوز في الفيديوهات كتير فما بتصل هاي المعلومة. رد نعيد. ستارت. والهوم. تمانية سبعة. طبعا الوقت لا غاية سبعة على المرحلة التالتة. ليش? لانه انا جربت تمانية جربت تسعة الوقت مش صحيح في الاداة. فانت بدك على التجربة الفعلية. احسن اشي. هيك عدنا الروت عنا عملنا الجلي بريك مرتين. يعني هاي تاني مرة. تسعين بالمية من الحالات بيزبط على تاني مرة. تسعين بالمية من الحالات بيزبط على تاني مرة. ننتظر لايفتح نشوف تغيير السيريال سهل يا جماعة ولكن هو المشكلة انه بده ماك او بده يعني كابل دي سي اس دي والكابل اتوقع لان الكل مش متوفر عنده هاي مشكلة الناس انه دائما مش متوفر عندهم الكابل زي ما شفتو بعد ما عملت ريفريش تولز اخد جيل بريك وعطاني هون جيل بريك يس اي خطأ بتطلع لك يعني حاول تتجاوز الخطأ لانه برنامج الحماية والبرامج وانا مشغل في بي ان برضه عشان اشغل الاداة عندي في الاردن ما بتشتغل فهاي الاخطاء يبتيجي من النواحي بعد ما عمل معك جيل بريك واخد معك بشكل كامل زي هيك ما وضلا عندك غير خطوة واحدة تضغط باي باس هلو جيل بريك ونضغط عليها وننتظر النتيجة لا تنسى انه برضه سيريال نمبر يكون نفس السيريال نمبر اللي موجود داخل الاداة يعني ما بترضى الاداة تاخده الا يكون نفس شايفين كيف من اتصال الانترنت بيعطي انه نتكنكتد ما اخد نرجع من عيدها طبعا هذا كله بيكون من موضوع ال VBN برامج ال VBN لازم يكون عندك برنامج كويس احنا بنشتغل على البرامج المجانية عشان هيك منتغلب شوي من البرامج المجانية بس طبعا بالسعودية بمصر بفلسطين في العراق بيشتغلوا بدون VBN سبحان الله بس بالاردن بتطلب VBN يعني بدك تطول بالك على هاي الادوات لانه هاي الادوات يعني شغالة تمام مية من مية هنا بنعطي ياس هنا بيحكي لك توفير الطاقة عشان البطارية بنعطي ياس وبننتظر هيك اعطاني انه العملية تمت بنجاح بنعمل التالي تالي مفروض انه على الواي فاي يعطينا خيار نيكست هاي الاردن هي اعطانا التالي تمام هيك متابعة هيك اتجاوز عملية الاي كلاود مدام اعطانا التالي معناته مدام طلع خيار التالي هون معناته اتجاوز العملية والعملية تمت بنجاح نكمل باقي الخطوات بتركي لكم الفيديو دائما على يعني بكل الامور اللي بتصير معنا في الفيديو عشان تكون الامور واضحة عندك في ناس خطأ واحد تبين قدامه وخلص بيبطل يكمل وبيحكي خلاص الادام الشغالي او كده او كده احنا بنحاول انبسط الامور على قدر المستطاع زي ما شفتو الجهاز فتح بشكل كامل ما عليه اي كلاود بتقدر تحط الاي كلاود الجديد والامور تمام ان شاء الله هذا كان الفيديو لليوم لا تنسى اللايك ولا تنسى الاشتراك بالقناة تدعمونا لانكمل في هذا المحتوى نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة